ايه بقى كواليس الساعات الاخيرة في النادي الاهلي قبل هذه المواجهة مواجهة الزهاب امام الوداد يوم الاحد القادم ان شاء الله وطبعا اول واحد هيكون حمدي فتح تعالوا نشوف حمدي فتح لاعب وسط الاهلي يقضع في مران الخميس لاختبار طبي نهائي من اجل تحديد موقفه من مباراة نهائي دورة ابطال الافريق امام الوداد المغربي حيث قال الدكتور احمد ابو عبل طويب الفريق الجهاز الفني ان حمدي فتح جاهز بنسبة 60% حتى الان النهاردة 60% فقط ومشاركته في المران الجماعة الخميس هو اللي سيحسم موقفه النهائي من المباراة انا بقول لك اهو خليك فاكر انا بقول لك اهو حمدي فتح ان شاء الله هيشارك في هذه المواجهة ثانيا بس انا بقول لكم برضو الكلام بتاع الدكتور اشان برضو ما يبقاش اسمه وفاتي وخلاص بس انا بقول لك ان شاء الله هيلحب ثانيا السويس نمارس الكرة المدير الفني للألي طرح فكرة اللعب عمر السلوية كلاعب ثالث في وسط الملعب بدلا من حمدي فتح خصوصا لو انه اتحدث مع الجهاز المعاون حول هذا الامر وقال لهم حمدي لعب لا غنى عنه لكنني احتاجه بشكل اكبر في مباراة العودة في المغرب ولو لم يكن سليما قبل الزهاب لن اغامر به وده حقيقة كلما بيغامرش بأي العيد على فاكر السلوية اخر مباراة لعب ادوار حمدي فتح بالمناسبة عمر السلوية في اخر مباراة في الدولة لعب ادوار حمدي فتح كان بيحاول يشتغل عليه مرسي كله السلوية اصلا قبل ما حمدي فتحي مرسي الكرة ويوظفه في مركز تمانية الرجل اللي بيساعد في الوجوب كان عمر السلوية هو اللي بيعملها دايما فرق بقى انه عمر السلوية امكانياته ايه وحمدي فتح ايه انا شاف ان الامور قريبة بس حمدي في افضل احواله طبعا في افضل احواله ايضا كل اليمين لفكرة اللعب ياسر ابراهيم كمدافع ثاني بجانب محمد عبد المنعب في مباراة الزهاب والعودة لكن الجهاز المعاون له رأي اخر بان يشارك محمود متولي في ازهاب تحسبة للاعتماد الوداد على طريقة الضغط المتقدم وهو الامر الذي يعرك متولي التعامل معه خصوصا انه يجيد الخلوج بالكرة من الخلف اما في مباراة العودة يشارك ياسر ابراهيم انه سيكون الانسب هناك طيب لو سألتنا على رأي الفني الفني لا ياسر يلعب المباراتين ياسر ابراهيم يلعب المباراتين اكتر ميزة عند الوداد هي القراط العرضية سواء السبتة او المتحركة وياسر ابراهيم من افضل المدافعين اللي في القالب يتعاملوا مع القراط العرضية افضل من محمود متولي محمود متولي له مميزات اخرى بس تحديدا في نقطة قوة الوداد ياسر ابراهيم يتعامل مع افضل من محمود متولي ده رأيه الفني رأيه جهاز الفني أكيد يحسنه في الآخر وأعطاك ديسر بقيمه هو اللي هي لعبة مع محمد عبد المنى هم تقوم رابعا محمد الشناوي وعلي لطفي حرساء الفريق من المقارنة أن يشاركها في مران الخميس بشكل كامل مع تأكيد جهزياتهما للمباراة علما بأن الشناوي هو اللي سيحرص مرمى النادي الآلي في مباراة الأحد الموجل يعني الشناوي وعلي لطفي هيبو جهزين إن شاء الله مع مصطفى شبيت اللي هتكلم عنه بعد اللحظات بس نخلص الأول الكواليس دي خامسة مرسل عقد جلسة مع لعبي الدفاع والوسط يوم السلساء أبلغهم فيها أن الجهاز المعاون سيرسل لهم على هواتفهم فيديوهات خاصة للعبي الخط الأمامي للوداد وأن عليهم مشاهدتها ودراستها بشكل جيد على أن يستفسر منهم أي منهم عن رأيه بشكل منفذت في هذه الفيديوهات وخايفية إيقاف مفاتيح الفريق المغربي في مران الخميس الشغل حلو ده الشغل حلو يازم اللعبة تحفظ كمان المنافس سادسة كل العمل محاضرة متولة مع اللعبين في مران السلساء اللهم نصا نحن أمام اللحظة التي انتظرناها منذ بداية المشوار أمامنا على تحقيق حلم اللعب في كأس العالم لألندية مباراتين فقط وأعلم أن الفريق خسر أمام الوداد نهائي العام الماضي والآن مصرنا بإذنة وعلينا أن نحسم الفوز من الزهاب وأنا على يقين أن نتمحكم مثل طموحي ولا بد أن نذهب إلى المغرب بشباك نظيفة ولا نستقبل أهداف في القاهرة حتى لو انتهت المباراة بالتعادل السلبي ولن يكون مسموح إضاءة الفرص السهلة كما حدث في مباراة سيراميكا كيليو بطر كلام محترم سابعا في الساعات الماضية عقد سيد عبد الحفيز مدير الكرة ومحمد الشناو عمر السلية لعباء الفريق جلسة خاصة مع أيمن أشرف لمطالبته بعدم الرد على تصريحات مارس الكولر بخصوصه واللاعب أكد لهم أنه لن يرد بالموقفه في الوقت الحالي هو دعم الفريق وزملائه للفوز بدور الأبطال وأنه يتمنى لو تواجد في معسكر مباراة النهائي حتى يكون خلف الفريق